يتلقى ماكرون الصفعة تلوى الأخرى نسبة مقاطعة الانتخابات الإقليمية القياسية لربما تكون أحدث هذه الصفعات أكثر من 68% من الفرنسيين امتنعوا عن التصويت في الدورة الأولى من انتخابات المجالس المحلية في معدل امتناع غير مسبوق وصفته صحيفة الڭاردين البريطانية بالصفعة على وجه ماكرون بعد فشله وحكومته في حشد المؤيدين زعيمة حزب التجمع الوطني اليمني مارين لوبان سرعان ما علقت على الانخفاض القياسي في إقبال الناخبين ووصفته بأنه كريثة مدنية داعية إلى التصويت بكثافة في الدورة الثانية فيما رأى وزير الداخلية جيرار درامانا الأمر مقنقا للغاية هذا الصمت يجب الإنصاط إليه إذا كان الناخب صامتا فهذا يعني أنه يريد قول شيء ما الفرنسيون يعتبرون أنه ما من جدوى من التصويت وهذه هزيمة لنا جميعا في ظل العزوف الكبير عن التصويت تصدر حزب الجمهوريين أو يمين الوسط نتائج التصويت في معظم الأقليم الفرنسية على حساب تراجع واضح لحزب التجمع الوطني أو اليمين المتطرف فيما لم يحقق حزب الجمهورية إلى الأمام بزعامة إمانويل ماكرون أي من النتائج المرجوة تراجع حزب ماكرون الذي اعتبره رئيس حزب الجمهوريين كريستيان جاكوب فشلا ذريعا للحكومة وغياب القاعدة المحلية لليمين المتطرف قد يعززني على نحو واضح فرص حزب الجمهوريين والحزب الاشتراكي قبل عام من الانتخابات الرئاسية ترجمة نانسي قنقر